اصرع من صوت المثبتين يحلق العلام العراقي عاليا برفقة F-16 الطائرة المقاتلة الشرسة التي تفوق سرعة الصوت يقودها المقاتل العراقي ويبقي تشغيلها ويحفظ صيانتها بكل مهارة وخبرة عالية الا ان ما يقارب 14 يوما من امكانية استمرار العتاد العراقي لمواجهة خطر الارهاب مدة غير كافية دون مساندة من قوات التحالف الدولي التحالف الدولي الذي يساند قيادة العمليات المشتركة في ابقاء خلية العمل المشترك للحفاظ على ديمومة عمل المقاتلة F-16 يساند متابعة القوات العراقية لصيانة 31 طائرة بعد ان كان يملك 32 منها لكنه خسر واحدة سقطت اثناء عمليات تدريب عسكري لا استغناء عن العتاد او التحليق بالمقاتلات بقيادة عراقيين سيما ان المنطقة ما زالت تعاني من خطر الارهاب في ظل ما يحدث من مسلسل صواريخ الكاتيوشا والميليشيات المسلحة فالحاجة كبيرة الى فرض هيمنة الدولة تماما كهيمنة F-16 البارعة في تنفيذ المهام الحربية خصوصا تلك التي تنجز انتصارا على اوكار داعش الارهابي بأيد عراقية قيادة العمليات المشتركة اكدت ان الفنيين في العراق لديهم القدرة على صيانة وتسليح طائرات F-16 ردا على تقرير امريكي تحدث عن بقاء الطائرات جاثمة دون صيانة بعد مغادرة الفنيين الامريكيين لقاعدة بلد الجوية حاجة ضرورية يحسمها رواد F-16 والخبراء العراقيون حيث يؤكدون ضرورة دعم التحالف الدولي في مسيرة القضاء على التنظيمات الارهابية التي تستهدف امن واستقرار العراق وتحديدا القواعد الجوية التي تتشارك فيها القوات العراقية مع اخرى اجنبية